برضو الناس لازم تفهم دي كواسي قوي هو ليه الأهلي في أضيق الحدود بيدعم لأنه بطل كسبان ما هتما تفاهمنيش إن انت لما تكسب الدوري بالشكل اللي فات وبالأداء اللي كل الجمايير كانت بتتغنى به وتوصل فينال أفريقيا وتخسر بفعل فاعل بتحكيم البطولة الأفريقية إنك عايز تغير جلد الفريق بالكامل كده تبقى كارسة إن كل سنة هتضطر تغير الفريق لكن إنت بتغير لو كنت بس عندي اتنين تلاتة في المراكز دي أحسن من اللي موجود عندي هيبقى موقفي أسهل فبتشتغل بالمنطق ده إنت بتشتغل بمنطق الدعم مش التغيير اللي الجمهور عايزوا إنه بينزعج ودحقه وأنا منهم على فكرة لو أعتقول إن أنا مش مخدود من الصفقات والتغيير اللي بيحصل حوالي لا راجل بتدعي لكن مش معنى كده إن أنا لابد أن أنصاق في تغيير غير مبرر لأن انت ما تيجي تشوف في الفريق عندي أزارو مروان محسن صلاح محسن عمر جمال لو عايز يعني أضيف الرابع ثم أحمد ريان اللي اترفض احترافه على فكرة جاء له عقد احتراف في الجزائر إعارة والأهل رفض إذن عينوا إنه يبقى موجود